تستمر العمليات القتالية على الجبهة الشرقية من أوكرانيا حيث تحاول روسيا مواصلة حصار مدينة باخموت التي تتمركز فيها قوات أوكرانية في آخر التطورات أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قناصة تابعين لموسكو قضوا على مجموعة استطلاع معادية على محور جنوب دونتسك كانت تحاول إجراء عمليات استطلاع في موازاة ذلك كشفت المخابرات العسكرية البريطانية بأن القوات الروسية تهدد طريق إمداد رئيسي للقوات الأوكرانية في باخموت وهو محور هجومها منذ أشهر وأكد الرئيس الأوكراني فيودمير زيليانسكي قد انتقد خلال مأدبة إفطار الرمضاني معاملة روسيا للتتاري المسلمين في القرم متعاهدا استعادتها كما أعلن أن أوكرانيا بدأت تقليدا جديدا لإصدافة إفطار الرسمي وأضاف أنها ممتنة لجميع المسلمين في العالم الذين يتوقون إلى السلام والحماية من الشر لتقلقى في السلام لكل سائل الوصول على الوصول على الإساق لناسك في العقرانية ولكل قرميس الأوكراني على الاستداءة في العقرانية ولكن من انتهى المسلمين في العقرانية بدأتت بسهراء لاحظة باللغة والجموعة في العقرانية قرميسلا شكرا